الصحة المستدامة صوني تناظر نحن سعداء لأننا سنلقي الضوء على ملف حديث جداً جديد لم يسبق طبعاً لأحد أن يتطرق إليه علاقة العلاج اليدوي بالجمال عنواننا حلقة اليوم كيف من الممكن أن يكون العلاج اليدوي في خدمة الجمال وأنت ستقول لنا الكثير عن هذا الموضوع خاصة وأن الكثير من ملكات جمال فرنسيات يتعاون معك في هذه الفترة الأخيرة من أجل الحفاظ على جمالهن إذن ما هي علاقة الطب اليدوي أو العلاج اليدوي بالجمال؟ تفضل مرسي لكلام الحلو التي عني أول شيء طبعاً الجمال فينا نبلش نقول أنه الجمال هو نسبة طبعاً ولكن لما نكون عندنا مثل كونكور يعني بس يكون في عندنا مثل مبارايات مثل ميس فرانس فيه طبعاً معايير لازم نهتم فيها مش لنغير معايير الجسم لأنه ممنوع بس يكون فيه مسابقات يكون تغيير للمعايير الجسم ولكن نحسن منقول بالفرنسي لازم يفور نورماليزي يعني لازم نرجع للطبيعة نعم بيكون عندنا بعض الأحيان مثلاً عارضة أدياء أو ملكة جمال بتكون مشيتها ما بتعطي جذبية مع أنه حلوة كتير بيكون في عندنا معض الأحيان مشاكل مثلاً بالورك أو بالرجل أو حتى بالأكتاف بنحاول طبعاً ناخدهم بيكون في عندنا كوتش أو مدرب بيقولنا مثلاً لملكة الجمال أو حتى المباراة للمتسابقة على ملكة الجمال بيقول لازم تضبط جسمك لازم تجلسي ظهرك بس ما بيعرف مزبوط يكون أكتر مثل بخيسي أو دقيق طبعاً بنشوفها نحن وهذا مثل كونسبت بلشت فيه من تقريباً 15 سنة بنطلب من المتسابقات بيجولة عنها أو حتى العارضة الأزياء و بنعمله مثل تاست كلينيك بنشوف عنها بالكلينيك شو نعم نفحص يعني في العياد سنتكلم طبعاً ما هو هذا الفحص كيف تقرر أنت ما الذي يجب تصحيحه لدى ملكة جمال أو امرأة تود أن تكون لها طلة جميلة طبعاً وجذابة أما الآن فسننتقل إلى دراسة اليوم هي دراسة حديثة جداً تقول طبعاً إنها تساعد على التخفيف دراستان حديثتان جداً تخففان من ألام الرقبة أظهرت دراسة طبية حديثة أولى أن قضاء الساعة واحدة من الوقت في رفع الأثقال والأوزان الخفيفة قد يساعد في علاج ألام الرقبة وتيبس الكتف الناجمة عن الجلوس لساعات طويلة أمام أجهزة الكمبيوتر والانحناء على المكاتب لفترات متتالية والتي يعاني منها العديد من الموظفين في المكاتب كما كشفت دراسة أخرى حديثة جداً أن احتساء القهوة قد يساعد الموظفين أمام شاشة الحسوب على التخفيف من ألام الرقبة حيث ذكر موقع Life Science العلمي الأمريكي أن الباحثين في مستشفى سوناس لإعادة التأهيل في النروج وجدوا أن الأشخاص الذين يشربون القهوة قبل الجلوس إلى العمل أمام الحسوب لمدة تسعين دقيقة يسجلون ألاماً أقل في رقابهم وأكتافهم من الذين لا يشربونها قبل العمل إذن دكتور فادي ما رأيك بهتين الدراستين دراسة تقول أن رفع الأفقال والأوزان الخفيفة قد يساعد في علاج ألام الرقبة ودراسة الأخرى تقول أن شرب القهوة قبل الجلوس أمام الكمبيوتر للعمل على مدى ساعة ونصف أيضاً قد يساعد في تخفيف ألام الرقبة لماذا؟ طبعاً أنا بالنسبة لإختصاص تبعي بفضل الدراسة الأولى التي تقول أنه يجب أن نتحرك لأن الحركة تجعل الأوجاع تخفي كثير طبعاً في زيدي ممكن على نصيحة الرفع الأسقال بعض التمارين أو تلينات لمدة خمس دقائق تقريباً نصف قبل ما نقعد على الأوردينتور على الحسوب فينا نعمل حركات بخارزة رقبتنا بالأكتاف بأرجلنا بالجسم يعني مثل تلينات بتخلي طبعاً واجع الظهر يخف بشكل كمانة كتير مهم نعم شكراً على هذا التعقيب دكتور فاديو على هذه النصائح أذكر مستمعين بأنهم يستطيعون مشاهدة حلقة اليوم وليس فقط الاستماع إليها من خلال مشاهدة الفيسبوك لايف على صفحة الصحة المستدامة ومنتكار للدولية أذكركم مستمعين بأرقام الهواتف إذا أردتم الكتابة إلينا فهناك رقم الواتساب التالي الأسئلة الخطيئة سأطلقاها أنا إذن على هذا الرقم 0033607294972 وكذلك على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة وعلى الفيسبوك لايف أيضاً من الممكن أن تضعوا أسئلتكم ونأخذ أيضاً كل الاتصالات مباشرةً على الهواء على هذا الرقم راجحة عبود هي التي ستتلقى الاتصالات اليوم وتأخذ كل الأسئلة والاتصالات إذا أحببتم أن تتحدثوا مباشرةً إلى الدكتور فادي دحدوح فستمرون على الهواء إذا أحببتم ترك السؤال لراشحة فهي طبعاً ستنقله إلينا 0033969323314 إذن نعود إلى موضوع اليوم بعد المقدمة التي بدأنا فيها بالحديث عن العلاج اليدوي الذي اليوم تضعه أنت في خدمة الجمال خاصة مع ملكات الجمال في فرنسا يا ترى كيف يتم الفحص السريري في عيادتك؟ يعني أول شغلة منعرف أنه لازم يكون الشخص اللي بيجي لعنا فينا نصامي مريض فينا نصاميه بعض الأحيان مش ضروري يكون مريض يعني ممكن يجي مع ألم أو شكوة معينة عادة بتبلش أو بألم رقبة أو بألم ظهر أو بشكوة من من ناحية المشي مثلاً أو اللقوف بيكون أهلولاً لازم تمشي أفضل حاسين أنه في عندك تلبك يمكن بالمشي نعمل الفحص طبعاً أول شيء بشكل استاتيكي يعني بيكون بشكل واقفي مضبوط من دون أي حركة واقفة من دون أي حركة إلا حتى نشوف شو بالنسبة للمعايير اللي نحن مكون حطينا تدرسوها حتى أنتم في كلية الطب أي طبعاً منكون دارسين المعايير اللي هي المعايير الفيزيولوجي تشرحية صحيح وبس يكون في الجمال هو بيكون طبعاً مثل ما بنعرف 1950 1970 2000 2018 تغيرت كثير المعايير والمقييس ولكن مقييس الجاذبية هلأ بال2018 بتكون أنه لازم يكون أكتر طريقة ممكن كأنه استقبال لحط للكاميرا للأضواء للآخرين يعني يكون أكتر شي جلسين ممكن بطريقة بطريقة يعني استقامة 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 للجسم استقامة نعم بيكون أول كريتير أو أول معايير هنا الأكتف التاني هو طبعاً البطن يكون عادة في انتفاخ وبس نعمل الفحص في عنا جلسة أو جلستين للأمعاء كمان لحتى يكون انتفاخ يقل في كمان من الكريتير أو المعايير السلوليت ما لازم أبداً يكون فيه سلوليت يعني إذا كان فيه شوية سلوليت في عنا كمان من خلال التدليق من خلال الطرق أخرى كمان من التلج أو فيه تبريد اليوم هناك تقنيات حديثة الحديثة جداً هي الكريو كريو تغابي بسمها العلاج عن طريق تجميد الخلايا الدهنية نعم مزبوط وهذا شيء مسموح يعني ممنوع مثل الجراحة وكمان فيه أهم شيء أنه يكون بشكل مكتمل الجسم يكون عنده جذبية نعم منعطي من بعض الفحوصات بيكون فيه مثل مانيبوليسيون أو بيكون فيه مثل يعادة لوضع الفقرات بماذا تبدأ أنت دكتور فادي هل نبدأ بالرأس مثلاً هل ننتبه إلى الفك ما علاقة الفك أيضاً بفقرات الرقبة يريت تخبرنا أنه كيف نحصل على جسم رشيق مستقيم لأنه فعلاً اليوم لدينا مشكلة لأننا كل الوقت نعيش بشكل منحني يعني الكل ينظر إلى الشاشات الصغيرة سواء شاشات الأجهزة الذاتية نرجع للمشكلة نفسها ولكن طبعاً أيضاً المتبريات في مسبقات ملكات الجمال هن أيضاً مثلنا يعيشون التكنولوجيا يعيشنا التكنولوجيا ف يريت تخبرنا كيف تبدأ أنت مثلاً كيف ترى مثلاً إذا كان هناك عدم توازن في الفكين نعم الفكين والرقبة والأكتف هنا أول مقياس تحت تحت نشوف إذا في مثل البوستور أو طريقة الوضعية بتكون جالسة أو لا الفك إن كان كثير لقدام دغري بيكون الظهر من حين لقدام لازم ننتبه للأكتف يعني الأكتف أهم شيء بالنسبة للرقبة وبالنسبة للحوض البطن إن اتنين يعني الكريتار اتنين المهمين مقياسين المهمين يعني الأكتف والبطن إذا كان البطن منتفخ نستطيع أن نقول إنه هناك مشكلة في الفقرات أم لا بيكون في مشكلة بالحوض لأنه نعم بيكون مثل غير متوازن لقدام أو على الجنب نعم يعني أو مائل على أو مائل على اليمين على الشمال أو مائل لقدام عادة ما السببب هل هذا التشريح هل هذا متعلق بوضع العضلات وضع العظام لماذا هناك أشخاص لديهن مثلا أو لديهم بالأحراب نحكي كمان عن الرجال ليس فقط عن ملكات الجمال لماذا هناك أشخاص لديهم هذا الإنحناء إلى جهة أو إلى أخرى أو إلى الأمام كما ذكرت يعني ملكات الجمال أو الملكات الجمال يلي بيأدموا على المباريات بيكونوا طبعا أول شي مثل المختارين يعني ما بيكون عندهم مشاكل بالنسبة للمقيسة ولكن بعد الأحيان بيكون عندهم مشاكل بالانتفاخ بالبطن لأنه في عندهم كتير سترس بيكونوا كتير متشنجين في عندهم مشاكل كمان بطريقة الأكل بيكون عندهم كمان نظام غذائي صارم صارم وبيزيد السترس عندهم وفيه كمان أهم شي هي أنه بس يكون عندهم المرحلة ستة الشر تقريبا للتحضير بيكونوا منتبهين كتير على بعض الأحيان على الأكل وعلى جمال البشرة وبعض الأحيان بينسوا يعملوا التمارين اللازمي منشان هيك نحنا متكون موجودين لحطا اللون لازم ننتبه أنه يكون فيه تليين للعضلات المهمة يكون فيه كمانا مشكولاسيون أو تقوية للعضلات اللي بتخلي جسم دايما جالس لأنه هيدا كريتير كتير مهم أو مقياس كتير مهم أنه يكون الجسم دايما جالس ونرجع للمقياسين المهمين اللي هن الأكتف والبطن وإذا بنطلع شوي لنسبة للأكتف الأكتف أنه معلق فيهن الرقبة وبعض الأحيان بيجي كمانا ملكيس جمال لأنه عندهم وجع رأس أو دوخة منهتم كتير بطريقة تليين الأكتف لورا بيكون كمانا فيه شوية وزن بيحملوه بس ما يكون كتير تقيل لأنه إذا قوين العضلات وبينتفخوا ما بيعد فيه جذبية طبعا نعم أنه يعني يكون فيه عضلات ولكن غير مرئية غير مرئية صحيح متلينة بشكل متناسب ماذا عن وضعية الأقدام نعرف أنه أحيانا فيه أشخاص مثلا المشي تبعهم ربما غير جميلة بسبب وضعية أقدام صحيح عندي مثل مش من زمين قدم المسطحة مثلا مصبوط أو القدم يلي بيكون مثل نزلي شوية على اليمين مسطحة أو نزلي على الأرض للداخل عندي مثل من كم جمعة كان فيه عندي متبارية كمانا كتير عن جد حلوي وعندها كل الكريتار يعني كل المعايير والمقييس والأكتف تبعها جالسة وما عندها انتفاخ ولكن بس تمشي كان يقول له فيه شي غلط يكون الكوتش تبعه والمدرب يقول له فيه شي غلط الكوميت يعني اللجنة الاختيار الأولية قالت فيه عندنا مشكلة لما تمشي ما فيه غلط فيه شي هيك مثل كأنه المترددة ما كانوا يعرفوا شو المشكلة اجت لعندي عملت لها فحص وطلعت المشكلة من الكاحل الكاحل كانت عاملة مثل اتواء التواء بالكاحل خليها ما عندها واجعة بشكل واضح لحتى تقدر هي تعمل التشخيص التشخيص ولكن ترينا تقريبا ساعة او ساعتين لحتى نشوف شو المشكل وجلستين تلايتي مش الحال وقدغر تغير الوضع بالنسبة للجنة التحكيم والجنة التحضير نعم يعني هي أمور بسيطة يمكن يغفل عنها الشخص هو نفسه وحتى المحيطين فيه لأنه يجب خبير في هذا المجال لكي يشخص كيف ترى أنت يعني عندما يكون الشخص واقف تقول له يعني ذكرت أنه في فحص هو شخص يعني من دون حرك من دون أي حركة والفحص الثاني هو عندما يمشي الشخص أليس كذلك كيف أنت ترى أين هي العيوب عندما يمشي الشخص ما الذي ترى أنت بعين الاختصاص يعني ودي كون المشي طبيعي المشي طبيعي هلأ فيه مشيات كتير مثلا المشي الأحلى مشي للعور للأزياء أو للمس يعني ملكات الجمائل هي الكاتووك بس لما يكونوا مبلشين من الأول الكاتووك أو مشية القط يعني ما بيكون طبيعي لأنه بيحاولوا بعض الأحيان يحطوا قدم قبل أخرى وتعرب قدامها وتفوت لجوه نعم منشوف إشي كتير يعني ملنا طبيعية أبدا نعم وملنا حلوة المدرب بيحاول يقول لهم في شي غلط ما عم نقدر نعرف لي عم بتعمل هالكاتووك بتكون هيك من حيني كأنه راح توقع يعني وبس نشوف المشي دغري بنعرف إنه نجي لأنه طبعا اختصاصنا إن كان نجي من الأكتف إن كان نجي من الأوراق إن كان نجي من الحوض أو من من الركبة أو من الرجل بساعتها بناخد فكرة أولية بعضها بنطلب منهم طبعا يتمددوا على 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 السريط الطبي ونعملهم نفحوصات لنعرف إذا في مشاكل بالحركة بشكل أناليتيك يعني بشكل موضعي وبعض الأحيان كمانا بنشوف بشكل شامل نعم هل تقوم بتقطقط عظام ملكات الجمال هل توعيد بعض الفقرات علما أنه اليوم الجيل أطول من الجيل السابق وأنه كلما كان الطول زائد كلما كان هناك مشاكل أيضا في العمود الفقري هل هناك انحناءات مثلا تستطيع أنت تصحيحها من خلال تقطقط يلي بنعرفها مثل ما أنت ذكرت أنه مانيبوليشن أو مانيبوليشن كمان بيقوله تصحيح الفقرات يدويا يعني أكيد من ضمن التقنيات ولكن فيها تقنيات أخرى لأنه المانيبوليشن هي جزء صغير من الطب اليدوي أو التدليل اليدوي أو تقويم العظام في نقول أنه يمكن أهم شي مش أنه تجي المريضة أو الملكة الجمال لعننا نعملها تقطقط ولكن نعمل التشخيص اللازم حتى نعرف شو بها ومنقلهم دايما أنه ما فينا نغير الجسم هاي دي شغلة كتير مهمة في كتير بعض الحين بيجوا بلونا بدي غير جسمي ودي غير وضعية جسمي نحنا منحاول نقلهم أنه لا ما فينا نغير الجسم فيه يمكن تصحيح إذا بتسمح هل أنه إذا كنا طوال بيكون عنا مشاكل أكتر طبعا بس لي مش لأنه نحنا أطول لأنه فيه يمكن معايير بالطفولة بتقول أنه إذا كانت البنت طويلة كتير لازم تنحني لحتى ما تكون أطول بكتير من رفقاتها بس منا شغلة طبية أنه يكون إذا نحنا أطول عنا مشاكل أكتر هذا يأتي أيضا من وضعية الجسم في الصغار ومن التصرفاتنا من تصرفاتنا إجمالا بيكون للطوال إذا كانوا عندهم ساقة بحالهم من الأول بيمشي الحال أكتر من شيك نحنا كمان من خلال المتابعة المراهقين اللي عبالهم يعملوا ميس أو عبالهم يعملوا عرضة أذياء منشوفهم أبكر مش بس شهرين ثلاثة قبل ما يبلشوا النسابقات منشوفهم كتير بكير من عمر 13 سنة تقريبا لأنه عمر 13 هو يعني يكبر النمو بشكل أكبر وسريع نازم ننتبه لون بهذا العمر كمان نعم إذن تحدثنا عن الجسم وضعية الرأس وضعية العمود الفقري ماذا عن الصوت علمت أنك أيضا تعمل على تقنيات خاصة باختصاصك تقنيات تساعد على تمكن الصوت على وضع الصوت بشكل جيد كيف من الممكن أن يقوم الطبيب اليدوي أو الطب اليدوي طبعا أن يكون في خدمة الصوت شو اسم التقنية على فكرة أوستيوفوكس أوستيوفوكس يعني فينا نكون يمكن نعمل حلقة على أوستيوفوكس بتحبي سنتك لاحقا ولكن الصوت كتير مهم لأنه من هلأ الجمال ما أنه فقط جمال الجسم وحتى بالمعايير أو المقييس اللي بيتبعوها لجنات التحكيم بيطلبوا هلأ من ملكات الجمال أنه يحكوا يعني عابلهم يعرفوا ما هو جمال كمان في نقول جمال الروح يعني كيف إذا عندهم انتليجنس أو ذكاء وأيضا الصوت كتير مهم يعني تكون جاوب على سؤالك بشكل محدد من من قلهم كمان كيف لازم يوضع صوتهم لحتى ما يكون نزال يعني ما يكون من لا يخرج من الأنف أو حتى ما يكون ما هي التمارين مثلا يعني يعني عبارة عن ماذا في عدة التمارين تنفس حتى يريح الديافراجم أو العضل التنفسي كمانا في تلينات للجسم للأكتاف في تلينات لعضلات الرقبة اللي هن بيسمون عضلات أو العضمة الأيويد اللي هي تكون دغرة قدام الحبل الصوتية هناك إذن عضمة قبل الحبال مظبوط وبعد الحبال يعني على العضمة بيكون في عنا ثماني عضلات كتير مهمة هن عضلات الرقبة مولاك من الأمام هن العضلات طبع الصوت نعم عضلات الصوت كمانا عندهم تدريبات خاصة في تدريبات كمانا للصوت كل يوم لازم يعملوها يعني بيحاولهم يلفزوا بعض الكلمات مع التنفس مع التنفس حتى نقوي طريقة حكيهم وبعض الأحيان كمانا هلأ جديد عم نحاول نعمل نقوشياشن أو نقناعهم مفوضات لماذا؟ لحتى يعملوا تمارين للغناء لأنه من وراء الغناء كمانا نحصل لهم صوت نعم إذن هل لحظت أنت ما قبل وبعد كل هذه التمارين إذا استطعنا أن نقول أو كل هذه الجلسات التي تخضع لها الفتاة أو الفتاة لأنه كمان في مستر فرانس أو في يوم مباريات لجمال الشباب نعم إذن هل لحظت أنت أن هناك فعلا فرق ما بين ما قبل وما بعد الجلسات والتمارين في كتير فرق فعنا كتير أمثال يعني نسبة التحسن هل هي 50% شفنا مثلا سنة الماضية ما فينا طبعا نسمي لأنه ممنوع من نحكم ولكن في مثلا كذا شخص كذا عارضات أذياء قدموا سنة الماضية وهذه السنة على نفس المسابقة مسابقة سنة الماضية الشخص المعين يعني عم ننسب له الإجزامبل المثال ما وصلت أبدا لأول 12 يعني بالمرة هاي السنة طلعت التصفية طلعت الوصيفة الأولى يعني حسوا أنه في شي تغير بشكل غريب ما أنه ملموس بشكل غير طبيعي ولكن المعايير اللي هني بيكونوا حاطينها كلها مثل بيقولوا تحسنت أو تعبت يعني نعم شكرا دكتور فادي دحدوح على كل هذه المعلومات القيمة والمفيدة لمستمعينا ومستمعاتنا اليوم أذكر بأنك اختصاصي في تقييم العظام هنا في باريس كيف من الممكن أن يكون العلاج اليدوي في خدمة الجمال هذا هو الموضوع الذي تطرقنا إليه معك دكتور فادي دحدوح أذكر بأن مستمعينا ومستمعاتنا يستطيعون التواصل معك من خلال الاتصال براشحة أذكر كاتيا كاتيا ستعود غدا ولكن أنا لن أكون هنا إذن براشحة عبود شكرا راشحة مسبقا إذن على هذا الرقم 0033969323314 أنا سأتلقى كل الأسئلة الخطيئة على صفحة الفيسبوك لايف ترونها اليوم تشاهدون هذه الحلقة على الفيسبوك لايف على صفحة مونتكال الدولية وعلى صفحة الصحة المستدامة كذلك تستطيعون الكتابة إلينا على رقم الواتساب التالي 00333 007294972 وكذلك على صفحة الصحة المستدامة شكرا جزيلا لكم جميعا على المتابعة وعلى التفاعل الدائم معنا شكرا أليس مينار في قسم هندسة الصوت والإخراج كمان آخر حلقة لأليس اليوم شكرا على هذه الأسبوع الثلاثة معك أليس شكرا لراشحة أيضا في قسم التنصيق ولكم أنتم مجددا لك أنت أيضا دكتور فادي داحتو حاوة إليكم بعد هذه المحطة الغنائية ترجمة نانسي قنقر